وسلام القدس لكم وعليكم جميعاً وسلام القدس لك وعليك أهلاً دكتور أمد إن شاء الله حاقد شوية من مقاربة مهمة جداً اللي قدمها الأستاذ ناصر القنديل فيما يتعلق بموضوع الضربة الإسرائيلية عن اليمن طبعاً هذه مقاربة مهمة جداً لكن هنتبس منها بعض الأمور وفي هناك بعض تساؤل وسأجيب عليه بقدر الإمكان ولكن هو مطروح للنقاش يعني في النهاية في اعتقادي أنه التساؤل هو يعني لماذا إسرائيل طبعاً طوال الوقت سكتت عن الرد على الضربات اليمنية التي استمرت منذ بداية من 7 أكتوبر أو من 8 أكتوبر لحتى الآن ويقول الإسرائيليين نفسهم أنه صبرنا على اليمن 200 هجوم على إسرائيل تم من اليمن ولم نرد طب ليش ما ردوا من زمان وردوا الآن طبعاً نفهم أنه كان ممنوع أن إسرائيل ترد على اليمن وضربات اليمن لسببين؟ السبب الأول أنه طبعاً دخول إسرائيل بالمعركة المباشرة مع اليمن هذا سيحرج الكثيرين وسيجعل اليمن أو سيجعل هجوم اليمنيين على إسرائيل مبرر الكل حتى العرب المطبعين وحتى من غير المطبعين أحياناً بقولوا لليمن اجدخلكوا أنتو زي ما بيحكوا لحزب الله ونحن اجدخلنا في المعركة بتاعتنا بتاعت غزة هذا ليس معركة هنا فهذا العنوان كان المهم اللي كان ممكن يحتج به الآخرين على اليمن لماذا تضربوا بإسرائيل؟ فلذلك امتنعت إسرائيل وطبعاً الحلف الأمريكي الإسرائيلي اللي حكى عنه الأستاذ ناثر القنضيل أنه غرفة عمليات مشتركة هذا أكيد كان يمنع إسرائيل من ضرب اليمن لهذا السبب سبب الآخر أنه كل العمليات التي قامت بها اليمن لم تظهر نتائجها على السطح أنه كانت ضربات أخفوها الإسرائيل كما تخفي إسرائيل معظم الضربات التي يقوم بها حزب الله أيضاً من الشمال إلا ما يصوره طبعاً حزب الله ويفضح أمام الرأي العام أو أمام الإعلام فالضربات اللي كان يقوم بها اليمن كانت مخفية مش مبينة وبالتالي فيه هناك مبرر يعني حكمي أنه إسرائيل لازم تضرب اليمن طب المرة هذه ليش المحاذير طب لم تتغير يعني ولكن كان الشو المهم جداً في الضربة الأخيرة في مسيرة يافا على إسرائيل أنه كانت علنية وواضحة وشضايا المسيرة والانفجار وصل إلى حوالي عشرة كيلومترات كما قال بعض المراقبين صوت الانفجار سمع على بعد أربعين كيلومتر من المكان أو من مركز الضربة ولذلك وقع الإسرائيليون والأمريكوين في حرج كبير جداً فكانت الضربة شيء شر لابد منه أو الرد شر لابد منه رغم كل المحاذير السابقة فكان مطروح أنه لازم إسرائيل تروت ولكن الرد أيضاً بد يكون بشكل شو صحيح أنه خزنات وفود وتعطيل محطة كهرباء لكن اليمنيين قالوا أنه تم إصلاح المحطة بعد قليل تاني يوم وأصبحت بنسبة 80% صالحة لإمداد الكهرباء ولكن الضربة كانت أيضاً مقاسة ومحدد من قبل الأمريكيين والإسرائيليين ورغم ذلك نفذوها كما هدد أيام ضربة عين الأسد ترامب هدد وقال أنه نضرب إيران في جماعة بس اسمحونا على الأقل بس نضرب حبة رمل أو شوية في الصحراء لإيران يقول لهم ممنوع من عمبات هنا الأمر يختلف هنا اليمنيين ليسوا دولة ذات سيادة كما هي بين قوسين معترف فيها عالمياً لم يعترف بها إلا بعض الدول وأيضاً اليمنيين ممكن لأنه هي ضربوا وبالتالي ممكن إحنا نرد عليهم بشكل محدود ونعمل شوية نار وحريقة فعلاً للشرق الأوسط زي ما قال وزير الدفاع الإسرائيلي قالنا أنه كل الشرق الأوسط رأى عن نار فكان هدفها إعلامي أكثر منه استراتيجي لأنهم يعرفون أن تهديدات الاستراتيجية ليست ذات طائل والعالم كله عارف أنه والله إسرائيل ممكن تنرب على مسافات بعيدة طبعاً بدعمه جستي غربي وغير غربي ولذلك هذا ليس جديداً ربما كان في بعض في جانب منه إعطاء بعض الأطمئنان الدول العربية الحليفة أو خلينا نقول المطبعة أنه آه هنا شايفين هاي إسرائيل قوية رغم كل شيء هي ضربت على مسافة ألفين كيلومتر في اليمن ولذلك ينعشهم قليلاً لكن أنا أعتقد أنه يمكن السبب الرئيسي فقط أنه ضربة اليمن كانت واضحة جداً للعيان ومحرجة حتى للأمريكيين والغربيين والإسرائيليين بالتحديد ولذلك كان لابد من نوع من رد الاعتبار ما تداعيات هذا الأمر؟ طبعاً هم يقول لهم أنه ممكن نحتوي الموضوع ممكن ندخل وبعثوا رسائل من خلال مصطط من خلال عمان لليمنيين أنه يقول الإسرائيلي الأمريكان قالوا لليمنيين أنه يقولوا لصنعاء أن الإسرائيليين كتفوا بهذه الضربة وضربة مقابل ضربة وخلاص يتكف لهين اليمنين قالوا لن نسقط ماذا سيحدث بعد ذلك؟ هل أدرك الإسرائيليون والأمريكيون كحلف واحد أو غرفة عمليات واحدة الأبعاد واستعدوا لها أم يحاولون احتواء الموضوع؟ هذا الأمر الآن أصبح في عهدة اليمنيين أعتقد أنه أصبح في عهدة اليمنيين وليس في عهدة لا الإسرائيليين ولا الأمريكيين إسرائيل بدأت كما قال أحد المعلقين أخ الزميل سيد ناصر الحام قال والسائل الألام الإسرائيلية كلها تقول أن إسرائيل بدأت المعركة رغم كل ما حدث من اليمن 200 استهداف لإسرائيل ولكنهم قالوا الصحف الإسرائيلية كلها مجمع على أن إسرائيل الآن بدأت المعركة وهي من تتحمل وأصبحت الكرة الآن في ملعب من ينهيها اليمنيين أم غير اليمنيين وطبعا كافة المحللين يقولون أن اليمن هي صاحبة اليد العليا والطولة ليس كما يتاعد إسرائيل لأنه مجربة يعني إسرائيل مجربة زمان وخربت أمرها الآن أصبحت تهوي وجيشها أصبح يهوي ويعني تقديراتهم العسكرية دكتور أنور خلينا نطور شوي النقاش يعني لنوصل لمحل أكثر قربا من الواقع اليمن الخسائر التي ترتبت على الحصار الاقتصادي اللي فرضوا اليمن باعتقد غير قابلة للإنكار أو الإخفاء لأنه طلعت عن شركة إيلات يعني مش عن اليمنيين اليمنيين عم بيطلعوا بيانات بالسفن التي منعوها لكن شركة إيلات قريبة من إعلان الإفلاس وقالت أنه خلال ستة شهور ما دخل المرفأ إلا سفينة واحدة وأن كل السبل للوصول إلى إيلات مستحيلة بالتالي الأذى اللاحق بالكيان من المداخلة اليمنية خليني يقول علني ومعترف به داخل الكيان كان في عاملين أنا بيعتقد أنه بيخلوا الإسرائيلي بعيد أولاً أنه الأمريكي معركته البحر الأحمر لكن هذه المعركة انتهت بهزيمة وفشل وبالتالي ما عد في إمكانية للبناء على الدور الأمريكي بصفته هو عامل الردع وهو عامل المنع اثنين كان الرهان على وطبعاً هون استطراض بسيط أنه الأمريكي في رد لكن الأمريكي مقيد بطبيعة الرد أنه لازم يستهدف مناطق عسكرية وإلى آخرية فإذا مطلوب إيصال رسالة لليمن تقول أنه من الممكن أن يبدأ المدنيون بالسقوط بالعشرات والمئات فهذا يجب أن يوصله الإسرائيليون اللي محميين أمريكياً من المسائلة لكن الأمريكي لا يستطيع أن يفعل ما يفعلونه أنا رأيي أنه نحن قدام هاي اللي برأيي بده فحص يعني أنه اليمن رح يرد بيعرفوا الإسرائيليين أنه اليمن هو بادر أصلاً يعني فكيف الآن وقد يعني تعرض لعدوانه إسرائيل مباشرة بالعدوان قبل ما يطلع بيان يعني القيادة اليمنية قبل ما يحكي السيد عبد الملك الحوثي ما في عاقل لا يتوقع رداً يمنياً وبالتالي على الإسرائيلي أن يستعد لرد على الرد والدخول بمنازلة مع اليمن أنا السؤال هو اللي حاولت جاوب عليه إلى أي مدى أن الإسرائيلي الآن يحاول أن يستعيد أمام الداخل الإسرائيلي بشكل أساسي عن الخوف والقلق والذعر من حرب مع لبنان بالذهاب نحو حرب مع اليمن شو يعني حرب مع اليمن؟ أنه بيقول لك اليمنين يبعطوا طائرات مسيرة ويبعطوا صواريخ عن مسافات بعيدة شيء اللي قالوا الأمريكان إذا بتتذكروا اللي حكى الجنرال شارلز إبرامز رئيس أركان الجيوش المشتركة أنه المساعدة التي قدمتها الجيوش الأمريكية خلال الرد الإيراني لا تستطيع أن تقدمها في أي مواجهة مع حزب الله بسبب القرب الجغرافي أنه الصواريخ والطائرات المسيرة لا تكاد تقلع من نقاط الإطلاق حتى تصل إلى مناطق الاستهداف قبل أن يتسنى لأي أداة عسكرية أمريكية التصرب وأنه التموضع الجغرافي الأمريكي بالخليج وبالبحر الأحمر يسمح بالتعامل مع إطلاقات إيرانية لبعد المسافة من جهة والطبيعة الجغرافية والموقع الوسط بين نقطة الإطلاق ونقطة الوصول التموضع الأمريكي بالنص سواء بالأردن أو بالخليج أو بالبحر الأحمر هذا غير قائم في حالة لبنان ما هذا نفسه بينسحب على اليمن يعني أنه بحالة اليمن المسافة والبعد الجغرافي والطموضع الأمريكي الأمريكان مبارح قالوا أنه نحن أسقطنا أربع طائرات مسيرة يعني كانت باعة اليمن خمسة سقطوا الأمريكان أربعة وحدة غصلة فهم شركاء في المواجهة يعني في غرفة عمليات أمريكية بريطانية إسرائيلية عدوان ثلاثي بكل ما تعني الكلمة قرار الاشتباك مع اليمن والتصعيد مع اليمن وتدفيع اليمن ثمنا حتى شعبيا بين المدنيين ربما يكون في ذهنهم طالما سقطت مناورة المرحلة الثالثة يعني شراء الوقت والهروب من القرار تكون هي المعركة البديلة عن حرب مضمون خسارتها مع لبنان لقرب الجغرافية في موضوع الإطلاقات من جهة الصواريخ والطائرات المسيرة وللخشية البرية من جهة ثانية لأنه في جيش موجود يعني وبالتالي كمية النار التي يطلقها حزب الله يوميا عندك دبابات عم تحترق مواقع قيادية عسكرية مرابط مدفعية قباب حديدية وجنود عم بيموتوا إلى آخره فالتقاذف مع اليمن عن بعد قد يكون بالنسبة للعقل الإسرائيلي وهون أنا ليش أضفت قلت الآن العراق سوف ينزل بثقله وليس فقط اليمن نحن رح نكون قدام مشهد ناري عن بعد يحاول الإسرائيلي فيه أن يقدم صورة تفوق لكن أعتقد أنه في النهاية سنكون أمام أنا بعتقد أنه الإيرانيين بحكم القرب من العراق أنا عم بتوقع طبعا يعني هاي مش معلومات لكن أنا أتوقع أن نكون أمام حشد ناري عراقي يحول دون إمكانية أن يتمكن الإسرائيلي من تقديم صورة ما رح يغير بميزان القوى لكن تقديم صورة تقول أنه يلحق أذى باليمن أكبر من الأذى الذي يلحقه اليمن بكيان الاحتلال عندي هل المقاربة اللي بتمنى يعني إذا عندك نقاش لإلها أو رأي فيها هاي المقاربة طرحت حضرتك وأنا ما اتفق تماما مع أنا حبيت بس أدخل الموضوع من أكثر من بعد وحبيت ألا أضوع على موضوع الضروري ترى يعني الرد الضروري هل حسب مقاربتك أستاذ ناصر يعني أنهم أرادوا أن يفتعوا هذه الحرب كبدين أم لا طبعا هذا مطروح للنقاش ونحترم ما تقول بما قدمت من أدلة وبراهين سلام القدس عليكم سلام القدس لك وعليك شكرا يا دكتور أنور يعطيك العافية